اشتركوا في القناة أهداف درسنا لهذا اليوم أولاً قراءة النص قراءة خالية من الأخطاء ثانياً البحث عن جمع كلمات الدرس ثالثاً توظيف الاستفهام بما رابعاً استخراج كلمات تنتهي بتنوين الضم وأخيراً الإجابة عن أسئلة الدرس والآن هيا نقرأ ماهر في الرسم بارع في الكتابة يزداد قصراً إذا نشط في عمله فما هو؟ يحيط بجسمك ولا تلبسه وتحس به ولا تمسكه يدخل فمك ولا تأكله فما هو؟ أغصانها طويلة تمتد على الأرض وتتسلق الأشجار والأعمدة نحش أوراقها ونطبخها لها عناقيد جميلة ثمرها حلو لذيذ وعندما يجف نسميه زبيباً فما هي؟ أغصانها طويلة أغصانها طويلة حلو لذيذ وعندما يجف نسميه زبيباً فما هي؟ عنقود ورقة شجرة غصن عمود لديكم يا أبطال دقيقتين للإجابة على هذا السؤال أحسنتم يا أبطال والآن دعونا نستعرض الإجابة معاً نبدأ عنقود أحسنتم عناقيد رائع ورقة هيا يا أبطال أحسنتم رائع أوراق بارك الله فيكم شجرة جميل جداً أشجار أما الآن غصن هيا رائع أحسنتم أغصان الكلمة الأخيرة عمود بارك الله فيكم أحسنتم أعمدة والآن عزائي الطلبة لننتقل إلى السؤال الثاني أقرأ المثال ثم أملأ المكان الخالي مثال محمد يجيد الرسم فهو بارع في الرسم أختي تجيد الطبخ فهي بارعة في الطبخ الآن أمي تجيد الخياطة فهي رائع أحسنتم فهي بارعة في الخياطة عادل يجيد العزف فهو ماذا بارك الله فيكم فهو بارع في العزف والآن عزائي الطلبة لننتقل إلى السؤال التالي أضع سؤالا لكل جواب مستعملا ما مثال سؤال ما لون هذه الوردة الإجابة لون هذه الوردة أحمر الآن الإجابة اسم هذا الحيوان حصان هيا يا أبطال أريد منكم أن تضعوا لي سؤالا مستعملا بما حل النشاط في دقيقتين ترجمة نانسي قنقر أحسنتم يا أبطال والآن دعونا نستعرض السؤال معا السؤال ما اسم هذا الحيوان الإجابة اسم هذا الحيوان حصان الآن الإجابة شكل هذه النافذة مربع هيا يا أبطال أريد منكم أن تضعوا لي سؤال وأيضا الإجابة هنا نوع هذا الحيوان مفترس أريد منكم أيضا أن تضعوا لي سؤال لديكم دقيقتان للإجابة على هذا السؤال أحسنتم يا أبطال والآن دعونا نستعرض الإجابة معا الإجابة شكل هذه المنافذة مربع السؤال أحسنتم ما شكل هذه النافذة الإجابة هنا نوع هذا الحيوان مفترس يا ترى ماذا السؤال أحسنتم السؤال ما نوع هذا الحيوان رائع يا أبطال بارك الله فيكم الآن أريد منكم أن تجيبوا معي على هذه الألقاز ما هو حيوان أليف له أربع أرجل نصنع من صوفه الملابسة اسمه يبدأ بالخاء هيا يا أبطال أحسنتم رائع اسم الحيوان خاروف اللغز الثاني حيوان كبير الحجم يتحمل الجوع والعطش يسمى سفينة الصحراء إنه سهل أحسنتم إنه جمل اللغز الثالث أضخم حيوان يعيش في البحار اسمه مكون من ثلاثة أحرف ما اسم هذا الحيوان يعيش في البحار اسمه مكون من ثلاثة أحرف أحسنتم إنه رائع إنه الحوت اللغز الأخير حيوان أليف يتكون اسمه من أربعة أحرف سريع الجري نشاهده في السباق ما اسمه هذا الحيوان أحسنتم إنه الحصان حصان والآن دعونا يا أبطال ننتقل إلى السؤال التالي أستخرج من الدرس كلمات تنتهي بتنوين الضم ماهر في الرسم بارع في الكتابة أغصانها طويلة تمتد على الأرض وتتسلق الأشجار والأعمدة نحش أوراغها ونطبخها لها عناقيد جميلة ثمرها حلو لذيذ وعندما يجف نسميه زبيبا الآن يا أبطال أريد منكم أن تجيبوا على هذا السؤال في دقيقتين ترجمة نانسي قنقر أحسنتم يا أبطال والآن دعونا نستعرض الإجابة معا هيا نبدأ الكلمة الأولى التي تنتهي بتنويل بالضام هيا أحسنتم ماهر الكلمة الثانية رائع بارع والكلمة الثالثة جميل طويلة الكلمة الرابعة هيا هيا أحسنتم بارك الله فيكم جميلة أيضا ممتاز حلو والكلمة الأخيرة هيا لذيذ بارك الله فيكم الآن أجيب عن الأسئلة الآتية لأكون منها جملا مفيدة السؤال الأول ماذا يهوى محمود هيا يا أبطال ماذا يهوى محمود أحسنتم يهوى محمود محمود يهوى جمع الألغاز السؤال الثاني أين جمع الألغاز أين جمعها هيا أحسنتم جمع محمود كثيرا من الألغاز في دفتر صغير السؤال الثالث على من عرض الألغاز على من عرضها هيا لنستذكر في الناس أحسنتم عرض محمود الألغاز على تلاميذ صفه السؤال الأخير ماذا طلب إلى تلاميذ صفه أحسنتم يا أبطال طلب إليهم التفكير في الحل وبهذا التمرين يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا أراكم في درس آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر